واللسه مكملين معكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا مع بعض للفقرة الطبية عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف ألميا باسم عملية الأيد أو عملية الاستقلال من العمليات المهمة جدا اللي بتحصل جوه جسم الإنسان واللي ليها دور كبير جدا فالحفاظ على الصحة بشكل عام كمان بتساعد في إتمام بقية العمليات الحيوية بشكل طبيعي جدا وإن حدوث أي خلل فيها ممكن تسبب أضرار أكتر للجسم تعالوا نعرف كده أكتر بشكل علمي وإيه هي وإزاي بتتم وإيه الفوائد اللي بتقدمها للجسم كل ده وأكتر هنعرفه مع عظيفتي اللي مش عرفاني منوراني في الستوديو دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة باعيو ناترا أهلا وسهلا يدى أنه أهلا بيك يا عظيم ما يروح قلبي عملا إيه أنت كله حل يا رب دايما حبيبتي ربيري يحلي كل أيامي يا رب حاجي بالقلبة إسلاميلي طبعا عملية مهمة وإحنا دي ممكن تكلمنا عنها قبل كده بس أنا دايما أنا وإنسي في الكواليس بتحكيني أنها مهمة قوي وإنه في ناس كتير قوي بتغفل الموضوع ده أو ما بتاخدش بالها منها فإحنا بنحب دايما من خلال وجودك معي إن إحنا إيه من وقت للتاني نذكر الناس بيها صح فخلينا بقى يعني وضحيهمنا كده ببساطة علشان كل المشاهدين اللي شايفاننا دلوقتي يقدروا يستوعبوها بشكل بسيط حتى اللي هم مش يعني ما عندهمش المصطلحات العلمية بتاعتنا يعني على طول بقول يا عظيمة من غير تمثيل غذائي ما فيش حياة أصلا عملية التمثيل الغذائي أو عملية الأيد بالعربي أو الميتابوليزم بالإنجليزي عملية مهمة جدا للبقاء الحياة طبعا التمثيل الغذائي الناس كتير تقول لك يعني الأيد والميتابوليزم عشان عايزين نتحرك عشان يكون عندنا نشاط أولا ما فيش أيد ما فيش نشاط ما فيش نشاط بتخش في مود مش حلو طبعا المود سوينجز اللي هو أنا ما عنديش نشاط شوية كويسة شوية مش قوي بالزبط ما عنديش نشاط أخلص مهامي اليومية أكيد هجيلك تقاب دي أول حاجة التمثيل الغذائي مهم لحاجة اسمها الطاقات الخفية ما عنديش تمثيل غذائي هيبع عندي خلل في الهرمونات على طول لأن الطاقة الهرمونات بتطلع من من مستقبل الهرمونات بتروحها لمستقبلاتها في الخلايا محتاجة طاقة نقل الأكسوجين النفس ده كله محتاج طاقة محتاج تمثيل غذائي عملية طرد السموم من الجسم محتاجة تمثيل اللي هو الديتوكسيفيكيشن محتاجين تمثيل غذائي المناعة الخلايا المناعية عشان تمشي في الدم وتحارب كل الفيروس والبكتيري محتاجين تمثيل غذائي كويسة طيب التمثيل الغذائي إيه الفيتامين المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي وكفاءة التمثيل الغذائي وبقول أن الستات حرقها أضعف من رجالة كمان الستات محتاجة جدا والرجالة كمان محتاجين للطاقات الخفية سيدات أكثر الفيتامين المهم وقتها هتكلم على فيتامين بي كويسة فيتامين بي كل العائلة كل عائلة فيتامين بي مش مثل كوبالامين لوحده الفوليك أسد لوحده البيوتين لوحده الثيمين الرايبوفلافين النياسين كل عائلة فيتامين بي هي اللي بتحول لي الأكل اللي بنكله لطاقة كويسة من أهم المكملات الغذائية اللي بتحتوي على أو أعتقد هو الوحيد اللي بيحتوي على عائلة فيتامين بي الكاملة هو اللي احنا شايفينه على الشاشة أه ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت رائع مميز جدا مرخص من هيئة سلامة الغذاء آمن مالوش أي أعراض جنبية إطلاقا مناسب للسيدات مناسب للرجال مناسب لجميع الأعمار ابتداء من 13 سنة مناسب للست الحامل الست المرضاعة مناسب لبعد انقطاع دورة الطمف لدى السيدة مناسب لكل أصحاب الأمراض المزمنة من الستات ومن الرجالة اللي عنده ضغط اللي عنده قلب اللي عنده سكر اللي عنده كوليسترول هو مناسب لكل الحالات دي تم تكلمين عن مكونات عشان نعرف برضو هو موجود في إيه ويعني كل حاجة أنت بتفسريها أصدقاءنا يعرفوا هي بتعمل إيه هو طبعا ألبا مالتي فيت زي ما أنا قلت في المقاوم الأول مهم جدا لعملات التمثيل الغذائي ثاني حاجة عايز أتكلم فيها أنه الأعلى في تركيز الزنك طبعا الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم الزنك مهم للمناع جدا الزنك مهم للخصوب عند الرجال جدا الزنك مهم للستات للشعر للضوافر للبشرة مهم لكل خلايا عندي بتتجدد خلايا الدم عايزة زنك المعدة بتحب الزنك جدا طبعا عندي كمان أنه يقوي المناعة طبعا المناعة وانس إن اتكلمت عن المناعة يبقى لازم أتكلم على فيتامين سي وأتكلم على زنك الاتنين مع بعض قلب مولتي بيت دعم جدا للمناعة أنا مش بكلم بقى المناعة طبعا احنا ركزنا في المناعة آخر ثلاث سنين عشان بسبب الكورونا والحاجات الجديدة اللي جاد بتعلينا لكن احنا لازم نعزز منعاتنا لأي فيروس احنا مش معندناج بس طبعا في ناس بتتكرم مع دور البرد دف كتير جدا حراموا بيقوا عندهم وقت طويل قوي عبال ما يبدأوا يتعافوا وقبل ما يلحقوا كان يتعابوا بتكون فترة قليلة قوي وعايزة اقول لك كمان لو هتكلم على التمثيل الغذائي اي حد عنده برد محتاج طاقة انت بتلاقي ان الطاقة بتاعتك طبعا طبعا وبقول لأي حد مثلا عنده نزلات برد ما يجيش على نفسه لان الجسم بيسحب طاقته كلها يحارب الفيروس فما ينفعش ان انا اعاند مع جسم ما ينفعش عشان كده محاربة الفيروس والبكتيريا ففايتامين بي وقتها بيبقى مهم جدا كمان للمناعة طيب احنا كده اتكلمنا على مجموعة فيتامين بي وقلنا بيتميز بيها الال بي او بمجموعة بي وفايتامين بي مش بس للتمثيل الغذائي فيتامين بي قوي جدا للأعصاب هو اللي بيقوي أعصاب جسمنا انا خدت بالي كمان بي 12 اصبيت بي 12 ناخده برا بيبقى اما حقا او اقراس على حسب كل واحد ما بيبقاش دايما داخل مجموعة يعني فيتامينز جوه مكمل غذائي صح فدي حاجة جميلة وكمان انا اللي لفت نظري انا اول واحدة يعني اما جربت اخده وبصيت في فيتامين سي نسبته 500 500 ميلي جرام اه ده كويس جدا ده معدل يومي طبيعي لو انا نحن في العادي ما بناخدوش وبعدين انت عندك الفيتامينسي لغاية 1000 مسموح مسموح الجرع للشخص او كمان للولاد البلغين اه طبعا فيتامينسي اهميته عظيمة في حاجات كثيرة جدا قلت زي ما قلت مناعة تانية حاجة لتعزيز المتصوص الحديد عشان ما جلناش ألمية كويس تالت حاجة لتعزيز لا بتاخذ الحديد لوحده الحديد ما بيحبش حاجة معها ما يحبش هذا الواحده وبعدين ممكن اخذ فيتامينسي في أي وقت من اليوم بالزبت بالزبت فيتامينسي كمان حلو جدا جدا للحماية من أشعة الشمس الضرة هذا مهم احنا دلوقتي فصل السيف وكل بيتجه للاياس ساحل الغرباء فيتامينسي طبعا طبعا سيرم وحاجات البشرة فيتامينسي مهم جدا طبعا هو موجود لو هنالككلم في الأكلات موجود في الحاجات السترس البيتش موجود في البرتقان موجود في الجوافة موجود في الطماطم موجود في الكريز فيتامينسي رائع طيب أنا عندي بس فيتامينسي لقد أنا عندي الزنك كمان الزنك الأعلى في تركيز الزنك هذا يميز مجموعة بيكلها ونسبة الفيتامينسي وفيتامينسي وفيتامينسي وعليا الزنك أنا عندي مع ألب مالتيفيت عندي زنك ونحاس النحاس مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى الزنك ونحاس عامين كليتس مع بعض طيب عندي كمان داخل ألب مالتيفيت عندي الكالسيوم الكالسيوم موجود بنسبة 70 ملي جرام ده يقوم مننا كثير قوي ده الكالسيوم ده مشكلة بيبقى محتاجين ناخد الواحد ويأخذ أكتر من أورس في اليوم بيتوه ساعات الإجهاد أو أنا مكلتش طول اليوم فأجي أكل واجه أكل بس النهار ده صح وأجل ده البكرة فده مش صح برضو الاستمرارية دي مهم صح لا الحلو في ألب مالتيفيت تأخذ أورس واحد في أغلب الحاجات أغلب الحاجات عندي فيتامين ده المهم نشوف المونيتر ده مش موجود داخل ألب مالتيفيت لكن ممكن ناخده لو فيتامين ده ناقص بأخذه ألب مالتيفيت ملم في معظم الفيتامينات لو هتكلم على كل الفيتامينات للمناعة للتمثيل الغذائي للشعر للضوافر للبشرة طيب الفوليك أسد دعم جدا للكرات الدم الحامرة الفوليك أسد دعم جدا لعدم تشوه الأجنة للست الحامل الفوليك أسد دعم جدا بعد ما بتولد ما يجلهاش اكتئاب ما بعد الولادة والسترس اللي بيحصل دي معلومة مهمة بالنسبة لقصة إنه ما بعد الولادة لإحنا دايما معتقدين إنه هي فترة الحمل الأولى مهم الفوليك أسد لكن مش كل دكتة كانت زمان بتكتبه بعد الولادة دلوقتي بقى يتكتب مؤخرا آخر أربع سنين تقريبا حتى الست من قبل ما بتحمل على فكرة وهي بتخط الحاملة من دلوقتي بيتدور من دلوقتي لأنه هو فيتامين رائع الفوليك أسد رائع ومهم لدمها جدا ومهم لصحتها النفسية جدا الصحة نفسية دي مهمة قوي عشان كده بيحصل مهمة لكل حاجة يعني بكتير قوي عظيمة بتسمعي إيه ده ضغط عصبي سكر عصبي لما منتنرفس جدا ممكن نسبة السكر تعليف الدم ويحصل خلل في الإنسولين الهرمون أسباب كتير دراسات علمية قالت لك أن الصحة النفسية هي أسباب الأمراض أو الاكتئاب يعني أنت عارفة أنه في كفيد لما كانوا فيه يعني ياسأنا مجوز يتعب قال لك أهم من التعب حالتك النفسية طول ما أنت نفسيتك عارف أنك هتخف والدنيا هتبقى تمام أنت هتخف وهتبقى كويس إذا نص العلاج نص العلاج نص العلاج واسمعنا كثير عن لا قدر الله حد مثلا كان زعلان قوي ومناعته قلت وكان له كنسر صحيح بتحصل فبتحصل كثير لأن المناعة لازم طول الوقت إحنا نحافظ نحافظ لا أشخال صح دراسات بتقولك أن الكنسر فيه دراسات قالتك أن الكنسر مثلا ده جين كامل في الجسم موجود عندنا كلنا وبيحفز مع النفسية والمناعة 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 الأساس فيه المناعة عايزين نعلي منعتنا يبقى ناخد ألبا مالتي فيت وإحنا مغمضين عينينا وما تفغوش مشكلة على فترات طويلة أحيانا لما ناخد مكمل غذائي أنا هاخده ثلاث شهور ونوقف وبعدين أكمل بنسمعه كتير بنسمعه طبعا فهل ده صح مع ده صح مع فيتامين دال مثلا أو الفيتامينات الفيتامين ك الفيتامين ألف لو أنا عندي ديستراكشن قوي وباخد تركيز عالية جدا من هذه الفيتامينات القبلة اللي ازدوابان في الدهون زي ما الدكتور بقول ثلاث شهور ونوقف شهر ثلاث شهور لو هاخده بكميات بسيطة جدا جدا ما فيش مشكلة ما فيش ضرر طيب ادينا نصيحة بس كده عشان ده من ده من ده من الأسئلة اللي جات لي وهم كمان الأصدقائنا في الكنترول ومخرجين كل الناس اللي بتروح مصايف بنلاقي بنات نزلة على البلاج وحتى فول ميكا وحتى فاونديشن وحتى هل ده صح أكيد لا لا احنا بنروح للبحر نتجرد من كل حاجة هنحط ميكا بلاج نحن باكتو نيتشر منلجأ للطبيعة البحر مليان يود مليان يود والستة محتاجة يود جدا جدا فليه بتكتمي وشك بالميكا وما تستفديش باليود اللي بيطلع ويعمل لاها صيد الفكت بقى صار جنيبية طبعا صح كده أهم حاجة أن أنا قبل منزل البحر يبقى معي إزاست المياه كل شوية أشرب مياه عشان ما أردش جسم الجفاف صحيح أحط السام بلوك بتاعي لا جدال السام بلوك بتاعي كل ساعتين ري أبلاي لأن دي معلومة مهمة لأن الفاكت بتاعه بيخلص بعد ساعتين فكل ساعتين بحط السام بلوك بتاعي وباخد ألبا مالتي فيت الصبح بعد الفطار عشان يحمي جسمي من أشعة الشمس الضرة كويس جدا وأشرب مياه لكن ميك أب أنا لا أحبز الميك أب على البحر الحقيقة خالص وأنا معاك جدا في الحقيقة أصلا غير الستوديو أنا ما أحبزوش أزيسا طيب تعالي بقى نتكلم عن أسئلة أصدقائنا ممكن بقى ناخد كم سؤال يلا بينا طيب معاين ضياء محمد يقول مساء الخير عندي نقص كالسيوم هو عنده نقص في الكالسيوم هل نسبة الكالسيوم الموجودة كافية؟ بص يا عظيمة عنده نقص قوي في الكالسيوم لازم يستشير وقتها الدكتور لأنه ممكن الدكتور يكتب له على نسبة عالية لفترة معينة وبعد كده يمشي على قلب مالتيفيت يكمل على قلب مالتيفيت ليس علاج لهشاشة العض ليس علاج للكالسيوم الناقص جدا ده وقتها لازم يجري على دكتور هيديله نسبة عالية جدا من الكالسيوم زي ما الدكتور شايف وبعد كده بيمشي على قلب مالتيفيت فدي دي معلومة مهمة لازم كل الناس تأخذ بلها يعني يوصل للنسبة النقص عنده الأول زي ما الدكتور يقوله ويستمر على قلب مالتيفيت عشان تفضل محافظ عليه لزق بالزبط عشان كده بقول قلب مالتيفيت أنا مش محتاجة استشارة الدكتور لكن لو أنا شفت الكالسيوم عندي نقص بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة وهو اللي حدد هياخدها قد إيه ويوقفها بعد قد إيه مفعش أخذ نسب من الكالسيوم عالية فترة طويلة صحيح طيب معانا كمان رمين إبراهيم شعري بيتشابك كتير قوي مع بعض يعني شعرها متشابك كتير مع بعض برغم أنها بتعتني به بتصرحه كويس طول الوقت عوزة أعرف هل ده ممكن يكون سببه برضو نقص الفيتامين هل تشابك الشعر ممكن يبقى سابق نقص الفيتامين نقص الفيتامين هو نقص ميا الاثنين والصبغات الكتير والسشوار الكتير عمل على بطار على الشعر يا التشابك يبقى نقص ميا كمان نقص ميا أكيد لأن أنت عندك شعر جاف جدا فلازم طول وقت قشو ميا بكمية كويسة عشان أرطب شعري وأستخدم كرمات الترتيب بتاعت أكيد وبنصح بقالب مولتي فيت لأنه بيعلي الكواليتي بتاعت الشعر جدا والله بيحسوا بالتحسن بتاع الشعر ده تحديدا اللي عندهم مشاكل في الشعر مع قلب مولتي فيت أم تادي أنا بالنسبة للشعر ما بحب الاستعجال خالص بياخد وقت طبعا لأن المراحل النمو الشعرية أنا عندي ثلاث شهور ثلاث مراحل والشعر بتقعد ثلاث شهور وبتقع وبيرجع تاني وصال الشعر تنتج البيوتين ده من أهم الفيتامينات الموجودة داخل قلب مولتي فيت لدعم الشعر والترتيب الشعر وعدم تسقطه ولمعاني الشعر 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 قصير طويل مش دي قصة هم يبقى صحي صحي وبيلمع ومفهوش تأصيف عندي الزنك مهم الزنك مهم لأي حاجة بتجدد في الشعر في الجسم الشعر خلايا حية لما تموت بتقع وتجدد الزنك مهم لها جدا جدا فيتامين سي مهمة برضو للشعر جدا فقلب مولتي فيت هتاخد قرص واحد بس ما منقطرش عن قرص الجرع المناسبة لأي حد من الستات والرجالة هو قرص واحد بس في اليوم كل يوم طيب أحمد عبد الحليم ممكن ألاقي في في فين واسنة ولو ملقيتوش في توصيل احنا موجودين في كل محافظات مصر على الشاشة هنا دي خاصة الكود للسيادلة 8325 ايوة دي عشان لو هو نزل السيدالي لجنب بيته أكيد هو يريد ان احنا ملقاوش السيدالي يتصل بالشركة المتحدة للسيادلة احنا موجودين في سلسلة سيداليات كبيرة مغطية كل محافظات مصر أنا ختمت أنا قلت أنا قلت على الصفحة عندي بجد كل أصدقاء اللي بتوع الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمزي بالعربي متلاقوها نشاء قد متعرف اسم السيدالية وانا ان شاء الله على السوشال ميديا برضو أكتب اسم السيدالات المعروفة الموجودة لكن السيدالي اللي بقى اللي هي السيدالات الفرعية اللي بتبقى تحت بيت مثلا عميل وعايز يوفر دي حاجة تاني حاجة نقدر نتكلم عن طريق فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة ما عندناش أرقام تانية الأرقام اللي ظهر على الشاشة في البرنامج بتاعنا دي أرقام الشركة بنوصل ألبا مالتي فيت لوقوسنا لمرصى مطروح لأي محافظة في مصر زي المنوفي أي حكافر الشيخ كل حتة خدمة نشكر عليها الشركة بجد مهم جدا وعندنا صفحة على الفيسبوك الصفحة دي برضو مهم لو حد من الأصدقاء أنا عايز يدخل يشوفي يسمع عن الصفحة اسمها بايو ناتشنل دي موجودة على الفيسبوك يستفسر بقى عن ألبا مالتي فيت يستفسر عن أي حاجة إحنا عندنا الكول سنتر موجود ومعلوماته كويسة جدا أكني أنا اللي برض عليهم حبيبتي طب قولنا إحنا قلنا لجرعة قرصة واحد قولنا هو العلبة فيها قد إيه وتكافي قد إيه وصعار أخبارها إيه العلبة أولا هنصور شكل العلبة عشان لو هنشتري من الصيدلية أنا معنديش بديل خالص هو إي أل بي مالتي فيت أو ألبا مالتي فيت بيبقى فيها مكملات غذائية كثيرة جدا نسمعها مالتي فيت أخرى مالتي فيت لكن مش هو الإي أل بي الإسم التجاري بتاعنا ألب الإسم التجاري بتاعنا ألب مالتي فيت ده موجود في كل معظم الفيتامينات اللي موجودة في السوق هاي أو عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة السعر رائع السعر كويس جدا متناول الجميع العبوة هتكفي شهر واحد هاي مناسب للسيدات ورجال ابتداء من 13 سنة لجميع الأعمار مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة ما عنديش أي مشكلة بالعكس طول الوقت مريض السكر الدكتور بيدعمله جدا مع الأدواء اللي بياخدها بيدعمله فيتامين بيها على طول لأن مريض السكر بيبعنده مشكلة في الأعصر مناسب جدا للمريض الكوليسترول كويس ومناسب لمريض القلب هاي ما فيش أي مشكلة خالص كويس جدا طيب آخر سؤال ايه التحليل وفحوصات الدورية اللي ممكن يعملها الشخص عشان يعرف إذا كان بيعاني من ناصر فيتامين معين ولا لأ أنا عندي تحليل الفيتامينات عادي موجود وتحليل الكالسيا موجود ومهم مع تحليل الفيتامينات فيه تحليل دورية لازم تتعامل أوكي صورة الدم الكاملة مهمة جدا ده مهم ايه مجلوبين بقى بالزبط انزيمات الكبدو وكلة مهمين عندك فيتامين دال طبعا مهم جدا والكالسيوم والكالسيوم والحديد دول تلاتة مهمية مع الدوريات بقى زي ما قلت الانزيمات والكوليسترول لأن الكوليسترول لا يعني عرض أنا عندي كوليسترول بالساعة يطلع عالي صح فلازم برضو بالذات لو عندي تاريخ في العيلة بالكورسو وساعة كمان السكر ممكن يعلى ومعنديش لسه عراض فلازم أتمنع السكر التهراكمي كل 4 شهور حبيبتي داندونا مرسي ليك بجد بجد بشكورك جدا شكورك وبشكر أصدقائنا وكل مشاهدين من خلال شاشة قناة الأهلي شكرا يعني الحسن المتابعة وشكرا للتواصل مع حضراتك ودايما في أسئلتك يعني أتمنى رب دكتور دينا تكون دايما بتجاوب على أسئلة حضراتك واسمحولي أشكر ضفتي لشرفتني ونورتني في الستوديو النهاردة دكتور دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال نورتيني وشرفتيني حبيبتي عظيمة السلام وإلى لقاءات أخرى وإجابات أخرى لأصدقائنا كلهم متواصل مع حضراتك ودايما سواء من خلال صفحتي صفحة دكتور دينا صفحة بايو ناترال واسمحونا الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعة جدا لكن أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وي سلام عليكم